تتواصل المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بعدد الحالات القائمة لفيروس كورونا والتي تسجل خفاضاً مستمراً منذ البدء بتطبيق القرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي لكن تلك المؤشرات تتطلب مزيداً من الالتزام والإقبال على التطعيم وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة الجائحة هذا هو منحن الحالات القائمة الذي عرضه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء الماضي والذي يظهر مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالحالات القائمة والإنخفاض المستمر الذي تشهده منذ بدء تطبيق عدد من القرارات هذا وتتوالى المؤشرات الإيجابية ففي حين كانت الحالات القائمة يوم التاسع والعشرين من مايو نحو تسع وعشرين ألف حالة وصلت يوم الحادي عشر من يونيو إلى خمسة عشر الف ومائة وستة وتسعين حالة كما سجلت المملكة يوم السبت الحادي عشر من يونيو أقل حصيلة يومية منذ السابع والعشرين من شهر إبريل الماضي بأقل من ألف حالة قائمة جديدة يضاف لها الإنخفاض الملحوظ في نسبة النتائج الإيجابية من عدد الفحوصات التي تجرى بشكل يومي ما يؤكد نجاح القرارات التي تم تمديد فترة سريانها حتى يوم الجمعة الخامس والعشرين من يونيو الجاري والتي تهدف لدعم وتعزيز الجهود الوطنية للتصدي للجائحة وذلك من أجل مواصلة تحقيق الأهداف المنشودة وبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت هذه النتائج المبشرة تؤكد أن القرارات المتخذة والحمد لله كانت صحيحة ولكن هذه القرارات ليست كفيلة لوحدها للوصول إلى النتائج التي نتمنى تحقيقها بل يأتي الدور المسؤول لكل فرد في المجتمع ليسهم في تحقيق ذلك عبر تكاتف الجميع من أجل مصلحة البحرين وكافة أبنائها بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وبالإضافة إلى التكاتف من الجميع والالتزام الجاد بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية يتطلب الأمر الإقبال على التطعيم المضاد لفيروس كورونا بجرعته إضافة إلى الجرعة المنشطة والمبادرة لتسجيل الأطفال من 12 عاما إلى 17 عاما لأخذ اللقاح أحب أن أنوه بأهمية أخذ التطعيم ومأمونيته وفاعليته في خفض طبعا انتشار فيروس كورونا وتخفيف حدة الأعراض الإصابة وسرعة التعافي في حالة الإصابة في مملكة البحرين الحمد لله وفرت لنا أعلى درجات الأمان حق مواطنينها ومقيمينها من خلال توفير التطعيمات الآمنة وعملية التحصين نعتبرها من أهم العمليات كون أن المناعة المجتمعية المكتسبة بتسهم لنا في تقليل نسبة انتقال العدوى وبالتالي القضاء على الفيروس إن شاء الله بإذن الله مملكة البحرين تواصل جهودها في التصدي لجائحة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين ويعتبر الوعي المجتمعي بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير بذات العزيمة والإصرار معززا لتلك الجهود للحفاظ على ما تحقق في مواجهة الجائحة اشتركوا في القناة